تغيير سعر صلف الدولار أبرز التعديلات التي تعمل عليها الحكومة في مسودة الموازنة قبيل إرسالها إلى البرلمان فيما يعتمد تمرير القانون على توفر الإرادة السياسية ومدى توفق الكتل على بنوده انتهت مرحلة إعداد القالب العام للفقرات في مسودة موازنة 2023 من قبل اللجنة الحكومية المسؤولة عن كتابتها ما تبقى على إنجازها بصورة كاملة سوى تعديلات طفيفة تتعلق بسعر صرف الدولار وأخرى قليلة مختلف عليها للانتقال بعدها لمرحلة المراجعة العامة في مجلس الوزراء قبل المصادقة عليها وتسليمها إلى البرلمان الاجتماعات سيد رئيس الوزراء مع المحافظة البنك المركزي تمخذت عن وجود رقم تم إدراجه بالموازنة الموازنة الآن في عهدة مجلس الوزراء الأمر الآخر البرنامج الحكومي للسيد السوداني دولة رئيس الوزراء هذا البرنامج يعتمد على إقرار الموازنة الإرادة السياسية في تمرير الموازنة هي موجودة ومتفق عليها بعد أن وضعتها الحكومة من أولى واجباتها خصوصا أن الكثير من البنود في البرنامج الحكومي للسوداني متأخرة التنفيذ وتنتظر طبخة إقرار الموازنة لشروع بتطبيقها عملية إقرار الموازنة اليوم هي من أخطر الملفات التي سوف تؤدي إلى نجاح مهمة سيد محمد الشاع السوداني لنهاية المطاف وتحقيق بقية ما جاء في المنهاج الوزاري أو ربما سوف يكون هناك تلكم أنا باعتقادي هناك إرادة سياسية لتحقيق هذه الموازنة البرلمان كان له أكثر من حراك صوب الحكومة للضغط عليها في تقليص مدة إرسالها إليه للتصويت عليها بأقصر جولات الإطلاع على فقراتها دون اللجوء إلى إطالة بقائها وهذا ما يتطلع إليه الجميع من المالية إلى مجلس الوزراء وصلة الموازنة بعد رسم فقراتها حسب المقاسات المتفق عليها وبانتظار فلترة مسودتها وفق دراسة شاملة قبل إرسالها إلى البرلمان أحمد ليث بغداد الرابعة ترجمة نانسي قنقر